بات الرئيس شي جينبينغ أقوى زعيم للصين منذ مؤسس جمهورية الصين الشعبية موت سي تونغ إذ يعد الرئيس الصيني الوحيد الذي فاز بولاية ثالثة رئيساً للبلاد بعد تعذيله للدستور في 2018 البرلمان الصيني المؤلف من قرابة 3000 عضوه وفي خطوة كانت متوقعة صوت بالإجماع في قاعة الشعب الكبرى ببيكين على انتخاب شي جينبينغ في انتخابات خلت من أي مرشح آخر وكان شي قد حصل في أكتوبر الماضي على تمديد لمدة خمس سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكرية وهم المنصبان الأهم في سلم السلطة في البلاد ويواجه الزعيم الصيني تحديات صعبة على الصعيدين المحلي والخارجي محلياً يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تحديات للتعافي من قيود صارمة فرضتها السلطات لثلاث سنوات لمكافحة وباء كورونا ومن ضعف الثقة لدى المستهلكين والشركات وتراجع الطلب العالمي على الصادرات الصينية وسجل الاقتصاد الصيني نمو بثلاثة في المئة فقط العام الماضي وهو ما يعد واحداً من بين أسوأ المعدلات التي يحققها منذ عقود وحددت بيكين هدفاً متواضعاً لنمو هذا العام عند حدود خمسة في المئة وشهدت الصين تظاهرات ضخمة في نوفمبر الماضي احتجاجاً على سياسة صفر كوفيد التي انتهجتها السلطات تلتها موجة من الوفيات عقب التخلي عن هذه الاستراتيجية الصحية في ديسمبر دولياً آلت العلاقات مع الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها بسبب خلافات حول مواضيع كثيرة أبرزها قضية طايوان والنزاع التجاري والتكنولوجية والحرب في أوكرانيا إضافة إلى معاملة المسلمين الإيغور وندد الرئيس الصين هذا الأسبوع بما وصفه بحملة غربية تقودها الولايات المتحدة وتهدف إلى احتواء وتطويق وقمع الصين ترجمة نانسي قنقر